والكلام رايح جاي طيب فيه سندوس علي بتقول أنا والدة من ثلاث شهور شعري بيقع كتير فكنت عاوز أعرف هل لو ينفع أخذ ألب مالتي فيت ويبقى آمن مع الرضاعة أو لا فبرضو طبعا آمن جدا مع الرضاعة ما فيش أي إنجريزين فيه غير آمن لها هيحسن لها جدا شعرها لأن البيوتين مهم جدا زي ما أنا قلت داخل ألب مالتي فيت الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 المهم جدا لتصنيع كرات الدم الحمراء فهتلاقي كفاءة الدم عندها عالية أكيد منصحها أنها تاكل بروتينات كتير يعني تاكل لحوم تاكل بيض الحاجات اللي فيها بروتين طبعا كمان هيباحل وليها للكالسيوم لو عندها برضو ساعات بتلاقي بتفقد شوية كالسيوم مع الحمل أو مع الوضاع فألريدي قلب مالتي فيت هيدعم لها الكالسيوم فبالتالي هيحسن لها العظم عندها داخل قلب مالتي فيت الزينك مهم جدا للشعر النحاس مهم جدا للشعر فأكيد منصح أنها تاخد من قلب مالتي فيت قرس واحد أو كابسولة واحدة مش هنقطر عنك والميزة بقى في الفيتامين ده لأن برضو نرد على قصة هل بيتخن ولا لا لأن معظم الفيتامينز اللي للشعر بتفتح الشهية وبالتالي بتتخن فأحنا بنتكلم في حاجة آمنة جدا بالعكس ما بتفتحش الشهية خالص زي بتعالج أصلا لو حد عنده اتراب في الشهية أن هي بتعالج لأنها بتحسن لك الموت بتشوف ايه الفيتامينز اللي عندها نقص اللي بتقدي ليه فكرة الجوع فموضوع is very 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 safe وvery good يعني سعيبا نروح للسؤال التاني انه عجبني جدا